السلام عليكم اهلا اخواتي واخوتي مرحبا بكم في قناة يوميات بسمه و اموه ان شاء الله تكونوا كامل لباسوا بخير و بصحة يا رب العالمين صلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام اليوم جيت نشارك معكم ذاقلاوة كان يسميها بحلاوة كل واحد كيفاش يسميها المهم تحليها بنينا ما شاء الله ما نستغنى وشاريها في اعراسنا في افراحنا في اعيادنا في المناسبات دائما ان شاء الله تتبعوا معي الخطوات من الاول حتى الاخر تنجح الكمية بالمياه هنا شريت فامل تاكاوكا دعنا التحمص نقليب فيها على نار هادية والعسل تطيب من جهة كنت اخدمتها معاك ونضع لكم في صنق الوصف هنا نجب المكونات نعبره بنفس الكيلة التي تبدو بها تكمل بها دعنا فنجل تاكاوه دعنا فارينة دعنا 4 كيلة تاكاوه دعنا فارينة نغرب لهم دعنا فارينة أي نوع دقيق الابيض كيلة الرابعة نضيف ميزينة نضيف ميزينة نعبر قبل تكمل نكمل او احت الاخر سوف نكمل خطوات سهلين هنا الكاس الرابعة تاكاوه نضيف ميزينة تاكاوه نضيف ميزينة نضيف ميزينة نضيف ميزينة نضيف ميزينة نخلطوه ثم نبدي نبسس بيدي باش هذيك الفارينات تشرب هذيك ليدام نبسو جيد يديه مليح مليح باش هذيك الدهان كامل يدخل نبس و دي والله غير تتفتت وحدها دوب في الفم و بنينه نحن نضيف مقادر قليل و ليس قدرت نضيف المقادر نضيف مليح مليح نضيف مرعا نضيف مصف كاس نضيف ملح مليح ينجد عجنة ثم سناقش إلى مزهر نجد عجنة الزهر سوف يضيك دفع الكاحة و كامل والمحطة محطة أعضب و اضفة سبب و كل ما يكون قيمة محطة الناس و ارتعكم في الكاحة محطة الكاحة تبقى مكسر نضيف القشار نعبر بنفس الكاس المكاة في الأول ثلاثة الكيلات الكوكاو نقوم بتجميع القشار ثلاثة الكيلات اضافة من السكرة و سكر نضيفها طريقة سهلة تجمع البيتخان تجمع البيتخان اضافة كبيرة تجمع البيتخان نضيفها اضافة طعام اضافة حفينات اضافة البيتخان اضافة مصر هذه الرجمات تعسنا قمت بتاء الجديد ثلاثة الحفينات اضافة اضافة ثلاثة hall نضيفها ننزل نضيفها لأسفة ماء اضافة الماء عذرة نضيفها نضيفها نحرق موالو خاصة الحاجة كنت تعبوا لها نقعدوا قداما انا هنا جبت الميزان وزنت من الاحزن قطعوا عين كم ميزان كم والتي تلسق لتحتانية يدير 6 من تحت و 5 من فوق نحرق موالو مرردو 7 جرام مردو 70 جرام بحبت شاركة كمية قليلة كم موالو يجدل ذلك كمية اقتصادية حيث نرقيقه نغطيوها باسا ثم غريض ورصة نحللها الطريقة تكون رائعة و جمور الرقاوي اللي هيك مددون خمسة كاملة نحللها بنفس الطريقة و نضير ميزينة و ادعبكم تكونوا كرام في ميزينة بشكل طبقات و لا تشعروا لش كامل في البناولة نزيد هذه الثالثة نحللها بنفس الطريقة و نضير ميزينة و نزيد فوقها نضير خمسة يجب علي التغطية في الماشيناه نحن مرغبا كمالوغرق كمالوغرق تشعر كمالت هذه الخامسة دائما نضينا بناتم و هنا نضغطها بشوية و لا يزلقوا على بعضها و نحلوهم من الواسطة الأطراف عبرت الصينية باش نحللها لحسابها يجوتها على عيني شوية باش ما يبقى النشاء نحلها مليح و نحلها ندهن البلا بشوية السمن و ندهن البلاد و نضغطها نضغطها و نضغطها و نضغطها و اضغطها لن تجدها نضغط الوال و اضغطها خمسة خفيف اضغطها اضافة و انضيف الاخرى اضافة اضافة نضيف الاخرى انضيف الاخرى اضافة كبير اضافة اضافة خلف اضافة اضافة نحط الورقة اللعنة نضيفها على الموهج نضيفها على الأخير نضيفه على الوجه دعين كيف يتمع نضيفها على الموهج يجب أن نضيف على الموهج كيف يتمع نضيفها قصة ندهن نقوم بسره نرى لذلك نعمر تطلط جهة نعمر تتبغي نعمر 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 اضافة بعد 5 طريقة اضافة بعد 5 طرق اضافة عجينة مقادر اقتصادية مقادر اقتصادية مكشتر طل مكشتر طل اقتصادية اقتصادية مختلفة مختلفة تقوم بها نضيف 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 نفس الطريقة التي تعمل تحت نعود نضيف من الفوق هادوك تشوفو ملسقولي الشركات الميزينة بيناتم جوني ساهلين احسن من الوالة نسق من بيتي ونعود ندهن بالبانسون ندهن هذا كمارغارين ولا السمن نضيف نبعد ذهن نضغط الورقة الأخيرة نضغطه قليلا نحن نضيف حلال الاحسن بالحلال نضيف حلال نضيف حلال نضيف حلال نضيف حلال قطع هذه البيتزا نضيف حلال قطع مقيرطات كما تحبوا كبار او صغار او صغار او رائع جوني انا 24 حبة لنشان بلعدو كل شيء ما شاء الله تبسي كبير بتعلي شيته المتلاتات جو وحتى المتلاتات جو مع مرين بالكوكو ما جوشي عجين جوي قرمشو والله كما كما اديو الجرقيق بزاف انا كنت نرسمي من فوق خرجت لي الرسمة شابة اعدو كما تدخل خدمية مليح كما تشوفون ينقطع بسكين يكون قاطع ندخل حتى للداخل هادي مشي كلمة الشامية نقطعوه بالفوق الشكل هذي اللي نقطعوه حتى للداخل ووصل حتى للقاعدة الصينية نجون نحو الحبات يكونوا مقطعين من قبل انا دلت معاكم فيديو مل اول حتى الاخر ان شاء الله تكونوا فهمتوني نرسم هذه الوريدات نجموه تستغنوه كل حبه ونرشق فيها حبه كوكو ولا لوز ولا قرقع يتحمر ويجيبان محروق بساح الوز ولا كوكو لا يطعب على خاطره ويتحمر ويجيبان احسن من اللوز ناشاء الله كل حبه وريدة تزيين بسيط ويجيبت حبيبه كوكو وقشر تم احسن وليح تخليها بالقشرة تخليها بالقشرة ومعليش كل حبه فيها وحيدة نص 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 مارغارين كشرف نص لنقش المشاة احتى قطعته كامل نص تشرب المارغارين ويجيبان تشرب شاعلها في ربع ساعة من قبل شاهدوا بروزيتا في صينية ومدرتها شقا على تحت كل مرة نفقد شاهدوا مع الأطراف تتحمل مع الأطراف عشرين دقيقة فعتت شعلت من الفوق شاهدوا ذلك الشوية ذي نعمل هي هذا المورسو ذي رائع منها شاهدوا الوريقات راهم يبانوا عشرين دقيقة وهي من شعلت لها من تحت ومن بعد شعلت لها من الفوق ندت لي 45 دقيقة وانا نعس فيها ودرتها في الواسط ما درتها للفوق الالتحت هنا العسل من بعد ما طابل اضعته يبرد من جهة عمرت فاد البقالة وهو برد وهي رعات حامية بقلة وانتعني حامية نشربوها نفرغ عليها هذا العسل دات لي 1-400 غرام تاع عسل شاهدوا توريق جد قرمش شربوها من كامل الجهات باش تتشرب مليح ولعسلها كتشوفو حمرته قدوكم حطولكم في صندوق الوصف انا صورت لكم بسا ما حبيتش نطور لكم في فيديو باش ما يجي قمش طويل اكتر دي جا راح طويل ان شاء الله تكونوا فهمتوني ويجي تجيكم وصفة سهلة احسن خليه باتنا والله خليتها تقريبا ساعتين كي بردت حطتها في ثلاجة ساعتين وقطعتها وكلناها في نفس النهار حط وجيتها مع الظهر العصر صايش بدناها ونحلها معاكم وتشوفو انها حطيت هاد اللي ندير فيه ليكيش تشوفو طلعت مال سقطت مع والوجات متحمرة من تحت ومن الفوق ان شاء الله جاد تروعها روعها ما شاء الله تشوفوها عمود دولي مننا شوية انا نحل معاكم حبة تشوفو كي جاد تقريبا ان ايه بردت قطعت معاكم تشوفو جاد رائية احسن من المتاع المحلات والله هاد الحبي بيعوها خمسة الاف على شري وخدموها في الدار متعرفوا يديك من قيين جديدة لعسل طيته في الدار كل شي صنع منزلي شوفو الحبة الجوما ان شاء الله تروعها في الاعراس في الافراح في اعيادكم ربي كتر افراحكم اعيادكم صحاة رمضان اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين ان شاء الله ان شاء الله ربي ياخذ هاد الوباء ربي يشفي كل مريض وربي يرحم موتنا موتى المسلمين ما ننساوها مش مهما كونوا فرحاني كاخذنا حاجة الولادنا والعائلاتنا وكامل بس ها ما ننساوش موتانا ومرضانا كل شي ربي يشفيه ان شاء الله شوفو جوا روعة تحبو تحطوهم في الكيسات تحبو تخليهم في الطبس كيما راهم مهم الدوق والله غير بنان بالزعف انا الوصفة والكيما تعجبني وتنجح لي مية بالمية ما ننوريها وانا ننفيدكم بالاخطاء انتاعي هذه النجحة لي مية بالمية وجهة رائعة وبنينة ان شاء الله تجربوها وبكمية صغيرة تنجموه بكمية قليلة وتشوفه جي رائعة اخواتي ما تنسوا ليش تديلوا لي لايك ولي دخلتوا جداد معنا مرحبا بيت ما تنسوا لاش اشتراك وتفعيل جرس ليصلكم كل جديد وبيكم انتوما ان شاء الله يا ربين واصلوا وحنا ربي يعاونكم ويفرحكم ووفقكم وما تنسوا لاش صالح الدعاء تشوفو نحلل معكم حبك يجات تشوفو مكاشتة ساعتين حليتها عاونونا انتوما باللايك وحنا نعاونوكم بالوصفات تقليدية وجديد وكل شيء الى الفيديو قاتم ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلامة